تنهي رسائل مختلفة في بريض المواطن ووزارة الصحة وأيضاً الدولة الجهات المعنية بأمر جائحة كورونا نحن قدرين جداً لدكتور عبد الناصر بشير السوشار الرعاية الحرجة والحصل على الزمان الكندية في الباطنية والرعاية الحرجة والحصل أيضاً على البورد الأمريكي في الباطنية تكتر خيرك على كل الإضاءات التي قدمت عبر صباحاتنا الندي رأيك شنو نمشي ليش واحدة من الشجارة المتميزة في بلادي شجرة التبلدي والتبلدي مشروب عندنا عظيم جداً وعلي جداً وأساسه ممتوث جميل جداً بالنسبة لنا منحبه في فيتامينات ويقال فيتامين سي أيضاً وفيه تقوير الجهاز المناعي وغيره حاجة من خلالات بلدنا موجودة في بلدنا يعني موجودة في بيتكم؟ في بيتنا موجود طبعاً الشجرة ما موجود لكن موجودة التبلدي الثمر موجودة إذن يعني شجرة التبلدي هي بشكل خصوصية خاصة جداً ورمز من معالم كردفان الغرة وخيراً جوه وبره لتفاصيل أكثر عن هذه الشجرة وحياة الناس وارطباطهم أيضاً بشجرة التبلدي نتابع أكثر من خلال تقريرنا القادمة وجدت شجرة التبلدي في بيئة كردفان مستقراً ومكاماً فانتشرت الشجرة حتى صارت أبرز المعالم التي تميز المنطقة وهي شجرة ضخمة طولاً وعرضاً ويصل عمرها بحسب الدراسات أكثر من ألفي عام لذا ظلت شاهداً على كل الحكب والعصور التي مرت على منطقة كردفان تتخذ كرمز للقوة والمنعة والشموخ وصارت مثالاً للصبر ومقارعة التحديات فهي تقاوم كل الظروف البيئية وتعيش عمراً مديداً وعطاءاً متصلاً هكذا إذن شجرة التبلدي تتبوأ مكاناً خاصاً من الحب والتقدير عند أهل كردفان فقد كانت التبلدية محور التقاء نمت حوله التجمعات السكانية وقامت بجواره القرى وسميت على أثر قيمتها ومكانتها المسميات تتبوى الطرق والمعالم في البوادي وترسم وتحدد بها الحدود في الواقع وتعقد بها الحدود في الواقع وتقام على ثراها المناسبات السعية والاحتفالات أثبتت الدراسات القيمة الغذائية الكبيرة لشجرة التبلدي فكل جزء منها له قيمة واستخدام خاصة ثمارها التي يستخدمها السودانيون على نطاق واسع كعصائر ومثلجات لما تحتويه من عناصر غذائية متعددة تتخذ شجرة التبلدي رمزاً لولاية شمال كردفان ولعل هذه الشجرة من أشهر وأهم أشجار التبلدي في كردفان هي ما يسمى بتبلدية البروجي التي كانت شاهدة على معركة شيكان بين أنصار الإمام المهدي وحملة هيكس في العام 1883 وما تزال هكذا صبية تحدث عن التأريخ والبطولات كتب الكثير من الشعراء وتغزلوا في شجرة التبلدي ووصفوا تأثيرها في حياة الناس وأطلقوا عليها الصفات والمسميات وتعهدوها بالرعاية والاهتمام وصانوا حبها وفاءً وعرفانًا لها بهذه القيمة العظيمة تظل شجرة التبلدي كنزاً يجب المحافظة عليه ومورداً اقتصادياً متجدداً يتطلب عملًا وتحركًا في سبيل استدامته وذلك باستذراع الشجرة في مساحات سع وسن قوانين لحمايتها من الاعتداء عليها شهدنا هذا التغرير عن شجرة التبلدي وكما ذكر في التغرير أنه عدد من الشعراء أيضاً كتبوا في هذا الموروث السوداني المميز جميعًا شجرة التبلدي يمكن الشعر قال أكفان البان بيتنى يحاكي أمونا في الرقصة وتطير في التانية عصفرتين وكفانة تبلدي الشيل الشيل عشان مداخرينه عطشانين إحنا هنعزمكم تبلدي لكن بعض الفاصل مشاهدينا أخليكم جايين من معكم شباياً مذاكراً ترجمة نانسي قنقر